يوم الأحد صدر أمر ديواني تشكيل لجنة في كل وزارة في كل محافظة العفو يرأسها وزير مثلا محافظة البوصري يرأسها وزير وعضوية المحافظ وقال الشرطة وثلاث نواب وعضو من خلية المتابعة في كل محافظة ما عدا بغداد ثمان نواب شون عملها؟ عملها التابع مطالب المتظاهرين وتنفيذ حزمة قرارات مجلس الوزراء الأولى والثانية والثارثة مستقبلة ورفع توصياتها النهائية خلال ثلاثة أشهر وتوصياتها الدورية يمكن خلال أسبوعين طيب هي ثلاث حزن يعني بعد ممكن رح نرجع نفصلها هاي اللجان بس أنا أريد أعرف هاي اللجان أدها صلاحيات بالتنفيذ؟ نعم منحة صلاحيات رئيس وزراء لدرسة وزير وعضوية محافظة وقال الشرطة ونواب ثلاثة في كل محافظة منحة صلاحية رئيس وزراء في تنفيذ مطالب المحتجين على أن يراعى يراعى مثلا الموازنة يعني هو ما يقدر الوزير يقول له تجيب لي ألف خل العين لازم يرجع للموازنة يعني تعرف موازنة يرادوا مصرات تخصيص مالي تخصيص مالي فعلان يراعي تخصيصات المالية وكل الأمور مفتوحة للوزراء وكذلك منحة المحافظين صلاحيات كثيرة سلاث نامل تعليمات تنفيذ العقود ومنحة وفتح لهم باب داخل مجلس وزراء المحافظين لأن أغلب المشاكل تأتي من المحافظات ترجمة نانسي قنقر